موسيقى وده كل ينور خلى فيه تطور في علاج ألام العمود الفقر والرقم مظبوط يا رانا أهم حاجة بقى أن التطور طول ما العلم بيتقدم وبيتطور والطب كمان طبعا بيتقدم وبيتطور ده بيخلي المريد يعني زي ما بنقول كده يخف بسرعة وكمان يخف من غير ما يحس أنه هو رحلة العلاج دي كانت رحلة شاقة يعني بيخلي التطورات دي بيتخلي العمليات ومشاكلها تقل تماما والمريد يحس بتحسن بوقت أسرع وأفضل كل ده هنعرفوا النهاردة من ضفنا اللي بينوارنا النهاردة دكتور أشرف خليل استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل حاصل على دبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل أيضا حاصل على زمالة علاج الألام المزمنة أهلا وسهلا بحركة دكتور أشرف أهلا وسهلا بحركة دكتور أشرف نحن نكون سعادة جدا وحضرتك معا خلينا بطيق دكتور أشرف وهي عايزين نعرف من حضرك أو توضح لنا كيفية علاج الأنزلاق الغدروفي بالتدخلات المحدودة خاصة بالمنزور كويس جدا هو الحقبة أو العصر اللي ماشي اليومين دول اللي هو التدخل المحدود صحيح السبب إيه؟ السبب أن كان زمان اللي يجي له غضروف بيقعد في البيت ونام على ظهرك وفضل كده بالسانة والسنين صحيح ويخافي ما خافش بعد كده دخلت الجراحات فعملت تطور وخلت ناس تخف بدأ تظهر مشاكل للجراحات فحاولوا يتفادوها الاتفادي ده بقى بدأ بالليزر بدأ بعد كده التطور أحسن بقى بالتردد الحراري بدأ أحسن بشفط الغضروف بدأ يبقى فيه تطور تاني اللي هو المنزور كان زمان المرارة مثلا تتعامل عبارة عن نفتح بطن عيان ونشيل المرارة باللوقت تقريبا بقى تكون لها بالمنزور فقالوا ليه ما ندخلش المنزور ده زي ما ندخله نشيل بالمرارة ندخله برضو نشيل بالغضروف اللي طالب طيب هو الطريقة دي جراحية آه هي جراحية ولكن محدودة فالحاجة اللي ما يدارش عليها شفط الغضروف بقى إن لو لقيناها كبيرة شوية وما يدارش شفط الغضروف يعملها اللي هي من غير جراحة خالص بقيت الجزئية دي جراحة عن طريق غرزة أو اتنين فيبقى هو مجرد فتحتنا عبارة عن نحنا بندخل كانيولة كبيرة شوية علشان نقدر ندخل منها عدسة والعادسة دي يبقى شايفينه يدوبك الغضروف والعصاب ونقدر نطلع بالغضروف بتاعنا أو الجزء البارز وناخده بدون ما نعمل فتحة في العمودة الففر إن الفتحة دي بتبقى جانبية شوية بحيث إن أدخل كده ووصل للمكان بتاعي وشيل الغضروف دي حسنيت جدا من نتائج وخلتنا نقدر نتعامل بأريحية شوية مع مريض العبود الفخر الفيديو ده مثلا بيبين لنا قد إيه الغضروف شكله الطبقة الخارجية المباروة دي حصل فيها زي كريك اتشائقت كده وهيبدأ يحصل الضغط ويطلع الغضروف هنا المنظر بتاعنا هو داخل الحاجة اللي عاملة زي المسدس دي يبدأ يدخل بالمنظر ده معنا يوصل لغاية الغضروف عن طريق بالشكل الجانبي زي ما أنت كنت شايفة كده من جنب العيان مش من عند العمودة الففرين أدي الغضروف يبدأ ياخد منه حتة حتة صغيرة كده ويطلع به الطريقة دي خلت ان انا داخل من الجنب وكمان أدخل بالليزر بعد ما بخلص زي ما أنت شايفة كده ألحم الجزء المعمول فيه كريك ده عشان ما يطلعش تاني بالشكل ده يشيل الضغط على العصب وشن الجزء البارس الطريقة دي حسنت النتائج جدا 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 وخلت انت دلوقتي بقت سمي يعني لا انت بدون جراحة خالص ولا بجراحة برضو يعني حاجة كده مدوي ما بين الاثنين بحيث انك انت تاخد مميزات دي وتاخد مميزات دي ولكن هي الفكرة مش مين اللي بيختار الحالة هي اللي بتفرض علينا يعني سعاد بلاي العياني دي قولي أنا عايز أعمل الشفط للغضروفة أقول له لازم أشوفك وأشوف أشاعاتك معاك لما شوفش واحد فيك و الوحده لو شفت ان اتنين مع بعض قدر أحدد حضرتك ينفع ولا رأب صحيح وهتنفع بنسبة كم؟ وحضرتك تقدر تختار بعد ما تسمع مني الكلام ده لكن طول ما أنا ما شوفتش العياني أو ما شوفتش أشاعاتك أو شوفت واحد فيه من واحده لأصف ما ينفعش صحيح طيب دكتور خشونة الرجبة ممكن تقريبا ما فيش بيت في مصر ما فيش حد عنده أو ما بيعنيش من مشكلة خشونة الرجبة يعني كنت عايزة أعرف دور التدخلات المحدودة في علاجها وكنت برضو عايزة أعرف هي الأدوية العادية بينفعت علاجها ولا بس بتكون مجرد مسكنات؟ نعم بروفو هي فعلا زي ما انتي قلت هي مرض عصر خشونة الرجبة كنا زمان بنقول الكبار والوزن الكبير صحيح لأ احنا دلوقتي أنا بشوف شباب تحت التلاتين وعندوهم المشكلة دي صحيح فأصبحت المشكلة يعني زي ما انتي قلت في كل بيت تقريبة موجودة ونسمع الناس بتقول رجلي بالطرقة رجلي اللي أطلع تسلم ألاقي ألم هنا في المرحلة دي لازم ده لسه ما أصبحش مريض قوي بس لازم ياخد بيلو الخشونة وهو ده الفيديو اللي بيوضح أبارا عن ان حضراك من كدر حركة الرجل بدأ يحصل زي ان القدروس يبتاكن. أم، مم وهي بدأ يدخل علي عدم that القدروس ده عبارا عن ايه؟ عبارة عن حاجة بتلين الحركة ما بين انتعتبطيين حاجة ناشفا لازم ان يبقى بينهم مسايدا عشان تلين الحركة كمان الحكاية دي لما بتحصل ربنا سبحانه وتعالى بيعوضنا بتجديد طول ما احنا في مراحل معينة من السن بعد كده عملية الهدمة دي بتبقى اكتر من عملية البناء فهنا لازم يبدأ تدخلنا من بدري فنقول لو درجة الخشونة خفيفة او لا ممكن نعمل حقن بلازما طيب متوسطة ممكن نعمل حقن بلازما بس الفريكوينسي او عملية تكرار للحقن بتبقى اكتر شوية بتبقى اكتر من مرة اه اه بتبقى اكتر من الخشونة الخفيفة طيب لو الخشونة شديدة هنا بنبدأ عندنا اختيارين اما نبدأ بالحاجات محدودة اما لو واصل للعيان ان انا مفيش اي غبروف موجود ما بين العضبطين هنا بقوله للأسف انت اتنقلت المرحلة اللسر الطب ملقلهاش حل غير استبدال المفصل طيب لو في الخشونة جديدة بنعمل حاجة اسمها ترادو الحراري طيب ترادو الحراري بس لا ترادو الحراري وكمان بيبقى معنا حاجة اسمها خلايا جزعية علشان نعوض الخلايا اللي فقدها المريض من على الغضروف بتاعه اه فدور الترادو الحراري حاجتين ان انا اقل للألم اللي بيطلع الاشارات اللي بتطلع لغاية المح والعيان يبدأ يحس بالألم دي القبر بتاعتنا او اسطرة ترادو الحراري فتبدأ تأثر على الاعصاب انا باخد الاعصاب الاساسية اللي بتغذي مفصل ربه مقدرش باخد الاعصاب كلها ليه عشان لازم ان اسيب المريض يحس بان هو تاني رجليه فارد رجليه حس ان حد بيضغط عليه لو حصل له لقدر الله حاجة تانية مفاجأة كسر لقدر الله التهاب اي حاجة بعيد بقى في حياته العمل في حياته التانية لازم يحس ان في حاجة مشكلة لان القلم ده علامة ربنا ملدي عنا عشان نحمي نفسنا بيه صحيح طيب عملنا الترادو الحراري وبعدين عملنا كمان خلاجة زي هنا نقلنا العيان من الشديد الى المتوسط هنا نبدأ نوضيه بقى لمرحلة البلازمة اه هندي بالحضراتك ونبدأ نتعامل بقى معنا لان هو في المرحلة المتوسطة لو عرفنا نقل من المتوسط لخفيف ده يبقى احسن واحسن بس دايما العيان اقول له خلي بالك انت وصلت لنا في اخر مرحلة احنا عايزين نرجعك بس المرحلة قبلها عشان لو المرحلة دي انت فقدتها هننتقل لمرحلة المفصل الصناي انت بيجي يقول لي مثلا يا دكتور انا نسبة الالم بتحسن قد ايه اقول له احنا متحسن حوالي 70-80% يقول لي بس اقول له احنا لو ركبنا مفصل هنتحسن اكتر من كده طب اقول له اقول لك حاجة انت بقى لك قد ايه بتحس ان رجبتك 70-80% من غير الالم يقول لي ده انا بقى لي سنين فهو كان بيحس بالمشاكل الخفيفة دي وسيبها ايام كانت متوسطة وايام كانت خفيفة فانا بقول له خلاص انا هرجعك ايام كانت متوسطة وخفيفة طيب دكتور اشرف عايز اعرف من حضرتك الام الكتف او المشاكل اللي بتكون في مفصل الكتف نفس الطريقة في اللاج اه لا مختلف انا انا تقريبا 10% من العينين اللي بقول لهم يتوجهه للجراحة في الكتف وال90% تقريبا كلهم تدخلات محدودة ظه لان المفصل الكتف بقى في التطور بتاع ترضева الحرارة والخلايا الجزعية والبلازمة جاب نتائج احسن بكتير المفصل ربا لانه ما عليهوله حمل وبالتالي اه خلينا كل العينين تقريبا في النهج بتاع التدخل المحدود اللي بيجي لنا بس والوطن المقطوع خالص هو ده اللي اللي نقوله حضراتك اللي توجه للحر تمام يا دكتور حيا دكتور نحن وصلنا مع حضراتك لنهاية الفقرة وإن شاء الله هنكمل كلاما فيما بعد بإذن الله مشاهدين وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا تكلمنا فيها عن ألام الخشونة في الركبة والانزلاق الغدروفي وأيضا ألام مفصل الكتف كان منورنا ومنوركم دكتور أشرف خليل استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل حاصل على دبلوم الأوروبية لسنوار العضلات والمفاصل وأيضا حاصل على زمالة علاج الألام المزمنة نورتنا دكتور أشرف شكرا دكتور أشرف تحضراتك معنا مشاهدين انتظرونا فقرات مفيدة ومميزة دايما من برنامجكم الطبيب مساء الخير مشاهدين ومشاهدي قناة المحور بنرحب حضراتكم الفقرة جديدة من برنامجكم الطبيب مشاهدين الحياة نحن سمكملين معاكم سلسلة حلقاتنا وفقراتنا عن السنة ومخاطرها طبعا سلسلة الحلقات وفقرات دي بتكون طبعا مع دكتور أحمد عبدالله متكلمنا فيها عن الطفرة اللي أحدثتها الألياف الطبعية كمان النتائج اللي حققتها واللي إن هي مناسبة لكل الناس للكبار والصغار للأطفال لكمان الأمهات اللي بتردع لسه دايما بيعندهم مخاوف إن هم يستخدموا أي نوع من أي حاجة يعني للتخصيص أو لإنقاص الوزن ده كلهم بيسبب لهم مشاكل لكن دكتور أحمد دايما بيطمنوا وبيقول لهم الألياف الطبعية مناسبة لهم وده اللي هنتكلم فيه النهاردة طبعا بفقرة نامورو صحيح يا رانا وإحنا كمان النهاردة جايين نظيف لكل أستاذ المشاهدين بعض المكالمات اللي طبعا بتحفز حضرتكم وبتديكم طاقة إيجابية أن أنتوا طبعا تقبلوا عليها لأنها آمينة جدا جدا قصص نجاح كتيرة جدا هلنهاردة هنسمع مين مثلا كان وزن كام وبقى كان بعد استخدام الألياف الطبعية ولكن خلونا ناخد كل الكلام ده بعد من رحب بديفي ديف النهاردة هو دكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة وأيضا عضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والسمنة وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية أهلا بيك يا دكتور منورو أهلا 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 منورنا دكتور أحمد النهاردة مديلنا طاقة إيجابية كده بنتمنى للناس كلها تخصوا كل يوصل للوزن اللي هو عايز إن شاء الله ده يحصل في حاجة مهمة جدا فكرة برضو الفترة الإسبوع اللي فادة جالنا ناس كتير قوي بيشتكوا من فكرة إحنا ما عندناش فرصة نلعب رياضة ده حي وعندهم شعور بالاكتئاب جامد جدا نظرا لإن هو ما فيش وقت أو إن هو عنده سمنة مفرطة فعنده مشكلة في مفاصله فما بيقدرش يتحرك كتير أمرك كتير مع السمنة طبعا إحنا الرياضة عاوزين نقول إن النظام الغذائي أو الأكل أو تقليل كمية الأكل مع تنظيمه ونحط مليون خط تقليل كمية الأكل مع تنظيمه عشان تنشيط الحرق إن الأكل هو اللي بينشط الحرق بمنطار بساطة نفطر الصبح أو منقوم النوم عشان التمثيل الغذائي بالضبط ناكل كل 3 ساعات أكلات خفيفة عندنا 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفاف النظام الغذائي بيساهم بنسبة حوال 92% فـ 8% الرياضة فما تقلقش ابدأ النظام الغذائي والتازم فيه حتى لو ميش جنب البيت عادي عمل بعض التمارين اللي نفرض إن فيه سمنة مفرطة عنده مشكلة في رقب وفا مش هيقدر يمشي ما تمشيش انستنى لحد ما تنزل 20 كيلو 25 كيلو وبعد ننزل ليه؟ إن احنا بنقول إن مساهمة الرياضة في إنقاص الوزن لا تتعدى 8% ولكن الرياضة مهمتها ايه؟ بتديكي صحة بتديكي شكل جميل لو جبنا واحد وزنه 100 كيلو اتنين وزنهم 100 كيلو واحد بيلعب رياضة واحد ما بيلعبش رياضة اللي بيلعب رياضة شكله حلو شكله حلو التاني 100 كيلو برضو بس جسمه وحش وصحته مش حلو الرياضة مهمة جدا 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 احنا عاوزين نعمل برنامج قوة ومرسة الرياضة كله يعني الرياضة ولكن ملاش إحباط التزم بالنظام الغذائي ولو انت عندك أي مشكلة صحية ارجئ الرياضة اجلها شوية لحد ما تنزل في الوزن وحتبتدي نمشي بعد كده لتنشيط الحرق بتاعنا فده مهم جدا جدا نفاهمه للناس لأنه بيجي كتير جدا رسائل أصلا ما بتحركش يا دكتور الحرق بتاعي ضعيف الحرق بتاعك ضعيف لأن انت اللي ضعفتي انت اللي بتاكلي مرة واحدة في اليوم أو انت اللي بتاكلي كتير جدا طول اليوم بشكل عشوائي فتنظيم الأكل الثلاث قواعد الرئاسيين في الأكل في طار الصبح الأكل كل ثلاث ساعات شرب كميات كبيرة جدا من المياه من 2 ل 3 ريتر في اليوم المياه هي المحرك الرئيسي للحرق هي بتنظف القولون بتنشط المناعة فمهمة جدا بالنسبة لنا المياه طيب ممكن يا دكتور أحمد برضو حضرتك قلت بيجي أسئلة كتير وإحنا بيجي لنا برضو أسئلة كتير والناس بتسألنا برضو في الشرع أو أي حد بيقابلنا أسئلة أن نوصلها لي حضرتك فخلينا نبتدي معاك في سؤال من عزة بعد بيقول نوع عنده سمنة ووصلة لي 85 كيلو ده عمله مشكلة علشان طوله 161 سنتي عنده 34 سنة وبيقول إن هو مش قادر يروح جيم المشكلة اللي حضرتك بتتكلم عنها بحكم شغله وكمان بيقول إنه معزم أكله من برة ومش عارف يعمل إيه هو تقريبا عنده كل المشاكل اللي مسببها للسمنة حلو طبعا هو طبعا 85 كيلو وطوله 161 يعني هو بنتكلم فإحنا عوزين نزله حوالي 25 كيلو تقريبا ما فيش أي مشكلة إحنا اتراضينا على فكرة الجيم إنت مطالب إنك تروح إنت مطالب إنك تروح الجيم لأنه صحي جدا ولكن عشان إنقاص الوزن إنت مانتش مطالب بهذا الموضوع إحنا لكن وزنه ما أعتقدش إنه عنده مشاكل في المفاصل أو لحاجة فيقدر يمشي نص ساعة مرة واحدة في الأسبوع خمس مرات همش مطالبين بكتر من كده أو ساعة يوم ويوم يعني يكون المشي في أسبوعه كله 3 ساعات تقريبا بالنسبة للإنقاص الوزن أو إنه بيأكل أكلات أو هو واضح إنه معتمد على الأكلات اللي برة فطبعا التست بتاعها والطعم بتاعها جميل جدا فبيبقى شبه تعود عليها الألياف حتساعده إلى حد كبير جدا إنه يتحكم في ده إنه يأخذها قبل ما بيرروح الشغل لأنه واضح إنه بيأضي يومه كله برة فبتبتدي تأخذ الألياف فبتبتدي تقفل المعدة معاك فما بتاكلش كميات أكل كبيرة وبتدي أخذ بقى معاك أنت أكل من البيت أكل من البيت أكل من البيت صحي يعني النموذج أنت هتفتر في البيت وتأخذ معاك سمرت فاكهة تأخذ معاك خيرطيم معاك في شنطتك وتأخذ معاك سندودشي جيب نبيضة خلاص يعني أنت كده فيش أفسد ولا أسهل من كده أو علبة التونة مسلا وسعيك نفسك برضو أنت هنا حفزت الحرق كالت بشكل متتابع وكالت الغدى بتاعك بدون ما تلجأ إلى الوجبات السريعة اللي بره في فترة إنقاس الوزن هتفاجأ بمنطال بساطة أنت بتنزل الألياف هتساعده زي ما هي بتساعد الناس كلها أنه هو يتحكم في شهيته فيبعد إلى حد كبير عن فكرة الأكلات السريعة أو الموجودة زي ما أنتوا شايفين كده والكلام لأستاذ عزت بالذات هو إيه اللي إحنا هنعمله معاه بالزبط الألياف زي ما أنتوا شايفين دول كبايتين مياه يمثلوا المعدة في كباية فيها طبقة زيوت اللي ممكن نكون بناكلها مع الأكل عادي في وسط الأكل عادي والكباية الثانية فيها شوية مية عاوزين نوريكوا قد إيه إحنا عاوزين نعمل حاجة هي إيه فكرة الألياف أنت عشان تشبعي الناس لازم تحط لهم حاجة في معادتهم زي باللون المعدة مش باللون المعدة بنحطه ويتانيه قاعد لمدة 6 شهور عشان ما يكلش كتير الألياف برضو بالزبط لازم تجعل حيس في المعدة وتقعد تقعد حوالي 10 ساعات ل 15 ساعة إحنا بنقلبها زي ما أنتوا شايفين بتمتص المية بسرعة جدا وبتبتدي تكون مركب شبه سميك أو ليه لزوجة معينة زي الزبادي زي الجيلي أو يمكن أكثر سمكا شوية منبتدي ناكلها بالمعلقة وزي ما أنتوا شايفين وإحنا بنقلب هي يعني أنت هتحسي في إيدك بمقاومة وإنها بدأت تمسك شوية ليه؟ إحنا عايزين حاجة تمسك في المعدة مش عايزين حاجة تنزل مش عايزين حاجة سعيلة لو حطت الكيس ده ودب في المية فشربت المية شربت عصير ما حينزل الفكرة كلها أننا عايزين حاجة تمسك في المعدة حنوريكوا أديوا مركب صلب زي ما أنت شايفة كده المعلقة نفسها ما بتنزلش لأن خلاص هي كولت مركب صلب في المعدة خادت شكل كوباية في إذا ستأخذ شكل المعدة ولكن الكمية الأولئلة دي إحنا عاملينها ليه؟ عشان من الناس ما تكونش كتير يعني ما يبقى الصعب عليهم نيأكلوا كميات كبيرة من المادة نفسها ولكن بعد ما بنحطها نشربوا بعدها مية نشرب كوبايتين ثلاثة مية عشان تكبر أكتر ما تشغل أي حيز المعدة بالظبط أنا بنصح كل مكان وزنك كبر كل ما تاخد كوبايتين لثلاثة لأربعة كوباية مية التانية هي الألياف خادت الطبقة الزيتية اللي فوق ونزلت بيها لتحت بدون امتصاص النزول لتحت ده حنشابه شوية نراح على الأمعاء ثم الإخراج بدون أي امتصاص أنا هنا عملت المركب قاعد في المعدة فترة طويلة وفي نفس الوقت حاسس بالشبع طول الوقت وفي نفس الوقت أقدر أتحكم في شهيتك وفي نفس الوقت أن أنا تخلصت من المدء الدهون اللي ممكن تكون مصاحبة للأكل 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 هنا الفايدة كلها في أن أنا أقدر أتحكم في شهيتك زي ما أنتم عارفين ناس كتير بتيجي للعيادات بمجرد ما نقول لهم أنت حتقل للأكل فيقوم إيه لا ما تنقشنيش في كلامها يقوم بخل بعض ويجري بالعيادة على طول ويقول أنت يعني أنت إزاي هتأكلني نص الغيف وهتأكلني أربع خمس معالق رز وإغلابهم عارف دلوقت بيقول لك يا دكتور أنا هتقول لي بقى الأربع معالق والثنت معالق طب هنعمل إيه ونحن لازم نعمل كده لازم نقلل كميات الأكل اللي أنت كنت بتاكلها مش هنقدر نديك كميات أكل كبيرة عشان تبتدي تحرق من المخزوم بتاعك بس في نفس الوقت أنا إحنا بندل الألياف فتقلل كميات الأكل واتنظم الأكل لأن تنظيم الأكل عاوزين نقتنع تماما ونعيش الفكرة دي ونحطها في دماغنا ونتبناها كلنا إحنا آلة هذه الآلة وظيفتها أنها تحرق الأكل تمام فتمدك بالطاقة فأنت تعيشي إيه ويبقى تفهمين أن أنت يعني كده بتستخدميش طاقة شفافك أو بتحرق طاقة قلبك أو بيوم بطاقة فبالتالي لازم تحفزي جسمك الآلة دي أنها تشتغل عشان تحرق الأكل طب هتشتغل إزاي بأن أنت تاكلي بشكل منتظم بشكل فيه تتابع أي آلة في الدنيا هتدخل لها المادة الخام بشكل منتظم في توقيتات منتظمة هتحرق هنا يبقى أنا قفلت الشهية فدت كمية أكل قليلة على مدار اليوم بتنظيم معين الحرق اشتغل ابتدى الجسم يحرق اللي أنت بتدهوله وعايز طاقة أكتر لأنه شغال يبتدي يحرق من المغزون وعاوزين أنه أتفق ما فيش حدها بيخسش ما فيش حدها هيحط في دماغه من الموضوع ومش هيخس ابتدي صح يقول بقى أنا جسم يختلف ومش أخس الناس بقى اللي تقولك أنا جسم يختلف مين اللي ما بيخسش حرق ضعيف 5% يا مروه اللي هم بيعانموا مشاكل غضة درقية اللي هم بياخدوا كورتزون فترات طويلة فترات طويلة الناس اللي بياخدوا مساكنات بشكل كبير الناس دي هي الوحيدة اللي ممكن تعاند معنا شوية لكن أغلب الناس بتخس 25% هتخس نظم أكلك أنت مش من كانقب آخر صحيح أنت جسمك مش تركيبة مختلفة عن البشر أنت جسمك زي أي جسم بمجرد ما هتنظم له الأكل وتقالي كمية الأكل بتاعتك هتخس هتخس وحتنزل هنا برضو حاجة مهمة جدا بأكد عليها بأكد عليها البنات والستات والرجال اللي جايين يعملوا تنصيق قوام سواء بنعمل بشفط دهون أو سواء بنعمل جلسات تجميد دهون الناس دي لازم يكونوا فاهمين إن إحنا لازم ننزل في الميزان بش المشكلة بس تنصيق القوام عشان تضمني سبات النتيجة بتاعت تنصيق القوام اللي عملناه لك لازم تنقصي في الميزان الكليوات الزيادة طيب ده كان ردنا طيب ناخد أوه معنا وستستاري على التليفون ألو ألو أهلا بيك يا وستستاري منورنا الله يخلى حضرتك قول لي يا وستستاري بتستخدم الألياف من إمتى استخدمتها بعد العيان كده 5-9 5-9 يعني بقلك شهر تقريباً طيب اتوزنت في الشهر ده أه وزنك كان قدياً وبقيت قدياً أنا كان وزن 107 أول قبل بأخذ الألياف دلوقتي 99 99 يعني زيت 8 كيلو تقريباً جميل 8 كيلو أه طيب يعني الألياف خلت حياتك أو طريقة أكلك اختلفت في إيه؟ أنا نظامت حياتك الأول لأنني كان عندي طبعاً مشاكل تقولون ما عدتش بحيث بها إطلاقاً ممكن تكون هي عامل مساعد برضه أه في نفس الوقت نزلت 8 كيلو دول خلت معنوياتي وحياتي يعني طبعاً لانت عندي الرغبة أنت كسرت حاجز المية يا سستار كسرت حاجز المية لما وصلت للمية دكتور كان النزول بقيت شوية كانت؟ النزول بقيت شوية لا 8 كيلو اللي أنت نزلتهم دول ده المعدل الأمثل للنزول الطبي الطبيعي في الشهر فأنت نازل نزول مثالي بشرط أن أنت تكون ملتزم بالنظام الغذائي الصحيح يعني اللي إحنا كندينه اللي هو تتابعه بالنظام الغذائي مع الرياضة حياتي كلها اتغيرت بس بس وحصل بالله تمامك الأحسن يعني إن شاء الله إن شاء الله تستمر في النزول إن شاء الله نزيد من نزول في الوزن إن شاء الله وتوصل للتارجة لحضرتك حب هو سستاري قال لك بنشكرك يا سستاري شكرا سستاري فهو إدي أنا كل أنا درس في الموضوع قال لك أنا بنظم أكلي وبالعب رياضة وما بتحرمش من حاجة ونزلت 8 كيلو 8 كيلو دول مثالي جدا 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 للنزول نزول طبي حكا قصة نزول الوزن وش أي مشكلة حكا الموضوع كله بمطال بساطة الموضوع مش لغز صحيح ما فيش حاجة يعني صعبة قال لكمية أكلك ونظمها هتنزل الوزن اللي أنت عايزه هتخس وممكن المناطق اللي مدقيقاتي بدلا ما نعمل لها شفت أو نعمل لها أي جلسات تكبيل دهون أو كده تنزل لا حدش عارف وبالتالي الوزن هو الأولى الوزن هو الأولى إلا إذا كنت أنت عندك مشاكل في القوام حتى وانت وزنك فيه بنات تيجي تقول أنا كان وزني 60 كيلو وكان برضو عندي الجناب دي مدايقين خلاص بيصننا موضوعية ومنطقة معينة ليصارت لها علاقة بالوزن هنا نقدر نشتغل عليها نشفط نعمل لها تجميد دهون المعتمد في العالم كله لكن في النهاية الميزان العالي لازم ينزل لازم ينزل تي معكي تليفون طريبا مروا نكمل كلامنا وناخد اتصال تليفوني من مدام مونا ألو أيها أهلا بك يا مدام مونا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك أهلا بحضرتك اتفضلي بقى حكي لنا تجربتك دلوقتي مع الألياف وقليلي وزنك كان إيه وبقيت يقدقي الوزن كان 152 152 سنة حضرتك كم سنة؟ 20 20 نعايزين يكون فيه نشاط كده يعني أنت خسيت يكيد يعني ادينا حماس ادينا حماس عشان تدي لكل أستاذ المشاهدين الحماس وتديهم طاقة كده إيجابية طب انت بتستخدم الألياف من إمتى يا مدام مونا يعني صام مونا مش عارفة 25 يوم أيوة كده أيوة كده أنت كده صحيتي 25 يوم حضرتك دلوقتي وزنك نفسك 2440 حلو قوي حلو طب طب ليه ما محطي صوتك يعني أعل صوتك فرحين معاك فرحين معاك 8 كيلو كويس جدا يا ستة مونا 8 كيلو هايل أو يا مونا بقى أنت 20 سنة نص صغيرة 8 كيلو ده حلو قوي أنت إيه اتحكم إيه اللي أضفتولك الألياف يعني أنت حاسة إيه الإضافة إيه اللي اختلاف اللي حصل مع حضرتك لما أخدت الألياف الطبيعية هي بتسد الشهية وبتنزل نسبة كثيرة من البطيق أنت كنت بتحب تأكل إيه إيه اللي كنت بتأكله بشكل كبير بيتخنك اللي بشكل كثير هو عن مثلا الببسي والشيبسي مش أكل البيت عن مثلا ده قدرت تتحكمي فيه أكل الأكل الجاهز هو عن مثلا الألياف بتسد الشهية جدا طب قويس يعني حسيت أنت بالفرق ده يعني كنت بتحس أنت جعانة طول الوقت لا بعد الألياف حسيت أنت ما فيه الشهية يعني آه حاجة بسيطة بس بتأكل كمية صغيرة جدا بتأكل كمية صغيرة طب أنت حابة أو لو ما كالتيش خلاص ما فيش نسل اللي بتأكل عادي يعني طيب أنت حابة توصلي لتارجت معين أو وزن معين مثلا عايزة توصلي ليه نا حاوزين نوصل لسبعين كيلو بسي زمايلي عمات طب قوليلي أنت كده في دماغك عايزة توصلي كده لكم كيلو تقريبا هو المفروض لو نزلنا للمية ده يبقى حاجة خطيرة لا 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 حتنزلي تحت المية حتنزلي تحت المية خليك بصي في نزول الوزن خلي عندك طموح أكبر أنا عايزة كده يا مونة يبقى عندك تفاقل أكتر وصوتك يبقى عالي كده عشان تدي طاقة إيجابية طبعا لكل أسانة لا هي أول ما أتكلمت في ثمانية كيلو يعني أنت تطاقة إيجابية ستحق الإيجابية من أشكرك كده نمون شكرا نميزي خائز جدا هي برضو نفس الفكرة يعني المشوار ابتدى معها أرجو أن يكون الثمانية كيلو دول الدولها دافع معناوي قوي وتستمر اللي نزل الثمانية كيلو لازم يكون فاهم هو اللي حينزل الخمسين والستين صحيح التزم بالأكل التزم بالنظام الأكل الصحي اللي فيه تتابع وما تحرميش نفسك هتوصل الوزن اللي عايزيك طيب نعرف بقى كل ستة أستاذ هشام أهلا بيك نعم يا فهندة أهلا بيك يا ستة هشام أيوة صوتك فيه طاقة يا ستة هشام يدي صاقة على طول قولنا بتستخدم الألياف من إمتى بقالت الضبط يجي أسبوع بقالتك أسبوع حاسس باختلاف الأسبوع ده في طريقة أكلك أو في نزولك أهلا بصراحة في أول ثلاث أيام كمسين زور حلو بس كمسية عندي مشكلة بس في الطعم وبدأت أتغلب عليها هتتعود عليه والوقت حوالي نعم عشاني تعودت عليه بعد كده على الطعم أه أه تعودت عليه أيوة أيوة طيب فيه أي سؤال الحمد لله كوي فيه أي سؤال حابب بتسأله لدكتور أحمد اهلا بس بالنسبة بالكيف اللي هو بتاع الجنين الأمح هو جنين الأمحة احنا اضفناه على الألياف عشان تشبع أكتر فحتاخد حاجة تشبعك أكتر وفي نفس الوقت جنين الأمحة مغزي جدا فالمشاكل اللي بتكون مصاحبة للضايت أو لنقاس الوزن زي ضعف في الشعر زي ضعف في الصحة العامة بيعوضها جنين الأمحة انت لو حابب تفتر وتتعشى تحط معلقتين على كوبية زبادي ما عنديش أي مشكلة خالص مع الألياف بنشكرك؟ تمام تمام في أي أسئلة تانية أستاذ الشام؟ شكرا لك شكرا لك أستاذ الشام ممتاز نفس الفكرة برضو الحمد لله نزل كم كيلو أستاذ الشام لا تقريبا ما توزنش لأنه قاله أسبوع بس فهو أول تلات أيام لحد ما بدأ يتعود عليها فإن شاء الله حيبقى واضح أنه برضو عنده شعور نفسي بأنه أحسن يعني زي ما بقول لكوا الفكرة كلها جنين الأمح نرجع لفكرة جنين الأمح كانت الناس بتطلبنا أن انتوا طالما ديتونا الألياف وخلتونا نقال الأكل دون حاجة ناكلها بقى فضيفنا جنين الأمح على الموضوع أنت تقدر تستبدله في الفطار وفي العشاء تقدر تستبدله مكان الوجبات الخفيفة اللي أنا بقول عليها بناخدها بشكل منتظم يعني أنصر غذائية كبيرة جدا جنين الأمح بالضبط ومشبعة جدا جنين الأمح مشبعة جدا لأنه هو ليه حاجة اسمها المؤشر السكري بتاعه بطيء فبيمتصب ببطء جدا فبيخلي الجولوكوز بيرتفع بشكل بطيء جدا حاجة جنيلة جدا أنتوا دفتوه كمان للألياف فيشبعك لبطة أطول بالإضافة لأنه احنا بقول إنه مغزي جدا جنين الأمح مش حاجة جديدة لأنه احنا موجود في العالم كله كويس جدا زي ما بقولك مليان مضادات أكسادة مليان فيتامينات فبالتالي بيساعد إلى حد هيرفع من الحر لأن الحر ده وظيفة من وظيف الجسم كل ما كان الجسم الصحي كل ما كان التمثيل الغذائي بتاعه أحسن طيب ناخد بقى فيه معي سؤال أستاذ محمد بيقول أنا عندي 56 سنة من 10 سنين حصلت له حدثة جبيرة وقتها وزنه كان ساعتها مثالي ولكن بعد الحدثة حركته قلت جدا جدا وزنه كمان بقى 117 كيلو طبعا بيقول أن القعدة في البيت يعني مش مساعداني أننا ننزل في الوزن خصوصا أننا ما بلاقيش حاجة عاملة في البيت أننا أكل كتير يقولك يعمل إيه؟ طبعا إحنا رضينا على الفكرة دي ما تقلقش خالص من فكرة أن أنت حركتك قليلة أنت اتحكم في الأكل الأول اتحكم في كميات الأكل امشي على النظام لو أنت طبعا بتقعد في البيت كتير أرجوك حاول تنزل من البيت أي أن كانت الظروف أي حد يساعدك تنزل من البيت الانطوائية والقعدة في البيت من أكبر أسباب السمنة من أكبر أسباب ضعف المناعة الألياف هتساعدك إلى حد كبير لأنك ما تكلش كتير أنت اتحكم في شهيتك الأول هتنزل وزنك كويس قوي لحد ما وزنك يبقى أحسن وتبدي تتحرك أو تمارس أي رياضة في رياضات لكل الناس أي أن كانت طبيعة مرأة أو أي حد بيعاني من أمراض معيبة تمام مشاهدين احنا كده وصلنا لنهاية فقرتنا زي ما نشايفين النهاردة تكلمني عن الألياف الطبعية وعرفنا أنها ساعدت ناس كتير وشوفنا طبعا أمثلة كتيرة حية معينا خدنا بعض التليفونات الليدة حضراتكم طاقة إيجابية كلمنا في كل التفاصيل دي دي في اللي كان منوارنا النهاردة دكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية بنشكر حضرتك جدا يا دكتور أحمد مشاهدين وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا إلى أن نراكم على خير في فقرات مميزة من برنامجكم الطبيب في أمان الله